المتفرجين وتكتفي فقط بمشاهدة الأهلي وهو يشق طريقة للقب السادس في تاريخه بالتأكيد الإجابة لا نعم فوز الأهلي على العين في قمة الموسم تضيف ثلاث نقاط والكثير من الفخر والثقة لرصيد الأهلي لكنها لا تحسم البطولة فنحن ما زلنا في الجولة السابعة وما زال هناك فوق أجندة دوري الخليج العربي تسعة عشر جولة على مدى ستة أشهر وانتصار الأهلي في قمة الموسم جاء ليؤكد على قوة الهدف والطموح ليتصدر السباق كمرشح أول بالأداء والنتائج والنقاط إذن البطولة الحقيقية بدأت وما زال الإثارة والمفاجآت فصول أخرى وما بين قمة الموسم ودرب العاصمة وسداسية الشباب وانتصار الإمبراطور ودراما الشعب كانت صورة الوطن تملأ كل الملاعب وما أجملها من صورة صورة العلم في المدرجات صورة تلقائية في الدقيقة الثانية والأربعين تحولت إلى رسالة حب وانتماء وولاء للوطن وقائد المسيرة إنها فرحة وطن وبيت متوحد مشاهدينا أهلا بكم في المايسترو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعد الله مساءكم بكل خير جاءت قمة الموسم التي انتظرناها طويلا عكس كل التوقعات والتنسمة بالحرص والحذر والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل وفي النهاية فاز الأهلي وقدم لنا دليلا جديدا على قوة شخصيته لمواصلات المسيرة للنهاية من أجل الفوج باللقب في النهاية أرحب بكم أعزاء المشاهدين وأرحب بالكابتن زبير بي أرحب كابتن زبير ولكن قبل الدخول في تفاصيل وأحداث وحالات الجولة السابعة أحب أن أتوقف البداية أمام هذه الصورة وما أجملها من صورة الصورة الأجمل في الجولة السابعة صورة تلخص كل الحكاية حكاية وطن وشعب حكاية مؤسس وقائد حكاية حب وانتماء حكاية بيت متوحد إنها صورة العالم في المدرجات بكل تلقائية اهتزت القلوب مع علم الدولة وهو يرفرب في المدرجات في الكثير من الملاعب وبالتحديد في الدقيقة الثانية والأربعين كل عام وأنتم بخير كل عام وأنت يا وطن بخير وشكرا لكل الجماهير التي حضرت والتي قامت برفع العلم وأداء السلام الوطني ورف يا علم في عالي السارية رف حنا فداك وكلنا نموت دونك إذن كابتن زبير جميل هذا الشعور يعني تعجز الحروف عن الوصف تتجمد الدمعة في العيون تهتز المشاعر دقيقة 42 في كل ملاعبنا يعني تردد الجماهير السلام الوطني وعلم الدولة يعني في يوم العلم تحمل الجماهير بكل فخر وبكل كبرياء في النهاية كل واحد جارس يقول أنا كل فخر أنا إماراتي بصراحة يعني حركة جميلة جدا فيها في ذلك الظرف نحن كنا في ملعب الأهلي وإن كانت مشحونة الأمور وإن كانت مباراة القمة وإن كانت تفاجأنا بالحركة هذه فيها اعتراف يعني وفاء وولاء أنا أعتقد مستحقين للدولة للشيوخ بالرفاهية بالعز اللي عايش فيه المواطن بالأمن اللي عايش فيه المواطن الإماراتي وبعدين نفس الشيء المقيمين في الإمارات شفنا يا ديلسون في حركة كذلك جميلة أنا أعتقد أن يتلقائيها ما أتوقعش أن واحد يعني أحب يدلسون يسوي هذه الحركة والدليل أنه الوحيدة اللي سواها من الأجانب ولكن حركة معبر جدا المقيمين كذلك في الدولة يحسوا بنفس الرياحية ويلقيوا نفس التحية بعد نعم نعم كلهم أهل دار وفعلا يعني قلت أنت كانت الأجواء مشحونة في مباراة الأهلي والعين لكن في لحظة تحول هذا الشحن في الدقيقة 42 حين ردد الجميع يعني النشيد الوطني فعلا يعني صورة تغني عن أي تعليق صورة الدل على أن البيت متوحد الدل على أن القلب واحد وأن الهدف واحد وأن المسيرة واحدة وأن القائد واحد والحمد لله على النعمة والله يديم عز هذا البيت المتوحد في موقعة الحذر والكبرياء الفارس الأحمر بطل قمة الكروية الأولى يهزم العين ويحقق انتصار السابع على التوالي نشاهد لم تكن مجرد لافتة لدعم مدرب الأهلي الموقوف ولكنها تحولت مع نهاية المباراة إلى العنوان الأبرز لقمة الموسم نعم كوزم كان البطل وكان الأفضل خطف الأضواء من الجميع من كل النجوم داخل الملعب وكل نجوم المدرجات جلس في المدرجات وبصماته في أرضية الملعب شعر بها الجميع وصنعت الفارق وحسمت المواجهة كما أرادها وفاز في النهاية بدون ضغوط نعم الضغوط كلها كانت على العين من أجل تقليل الفارق مع الأهل المتصدر والهدوء كان من نصيب أصحاب الأرض فكان الانتصار السابع على التوالي مثل هذه المباريات لا تحسم بالحماس فقط ولا المهارة ولكن بالتركيز والهدوء والتنظيم واستغلال أنصاف الفرص والهدايا المجانية من المنافس أول هدايا القمة رفضها أسموى جيان فعندما يهدر لاعب بحجم جيان هدافة دوري آخر موسمين مثل هذه الفرصة في الدقيقة السابعة بالتأكيد الضغوط كبيرة ليس فقط على جيان ولكن على بقية أفراد الفريق فكان التسرع في الأداء والانفعال مع كل قرار والتمريرات المقطوعة تمر دقائق ومن ركنية يخطئ خالد عيسى في الخروج ويتقدم جرافيتي واستخدما كل الوسائل المشروعة وأيضا غير المشروعة تحت مرأة ومسمع الحكم ليحرز الهدف الأول أمام طريقة الدفاع التي لعب بها وغياب المساحات والمراقبة الصارمة على مفاتيح اللعب فقد نجوم العين تركيزهم وينفع العمر عبد الرحمن على طريقة إسماعيل أحمد وإنال البطاقة الصفراء قبل نهاية الشرط الأول ضربة جديدة تعرض لها الزعيم مع بداية الشرط الثاني تمثلت في خروج محمد أحمد متأثرا بإصابته ويحاول محمد عبد الرحمن ويسدد في يد الحارس سيف يوسف وتسديدة أخرى لباستوس الغائب الحاضر تمر من فوق العارضة ووسط محاولات خجولة من العين لتحقيق التعدل ينفرد خمنيز ويسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم محمد عبد الكريم رفض احتساب ركلة الجزاء صحيحة وواضحة لأصحاب الأرض وأخرج بطاقة الصفراء للضحية وسط دهشة الجميع وكأنه يعوض خطأ بخطأ إيقاع المباراة من البداية للنهاية سار كما رسمه كوزمين وأغلق كل المنافذ المؤدية لمرماه في العم والأطراف ونجح وليد عباس في مهمته الجديدة بجوار بشير سعيد وقتل المساحات بين الوسط والدفاع ولن يكن أمام العين إلا التسديد من خارج المنطقة وانتظار أخطاء دفاع الأهلي وكاد هذا الخطأ أن يفسد سيناريو كوزمين في نهاية المباراة أغلى ثلاث نقاط خرج بها الأهلي هذا الموسم ليكمل مسلسل انتصاراته ويؤكد على أنه المرشح الأقوى للفوز باللقب بالأداء والتنظيم والنقاط والأهداف ولكن خسارة العين والتساع الفارق بينه وبين الأهلي إلى 11 نقطة هل تعني خروجه من المنافسة؟ نعم العين ما زال في المنافسة والأهلي لم يحسم اللقب بعد فما زلنا في الجولة السابعة ولكن هل العين بهذا المستوى قادر على اللحاق بالأهلي وتعويض الفارق الكبير؟ بالتأكيد هناك الكثير من العمل والجهد بانتظار كيكي فلوريس في المرحلة المقبلة والأهم من عودة العين في الملعب أن يعود خارج الملعب بنفس الهدوء كما حدث بعد المباراة من اسماعيل أحمد والحارس داود سليمان صورة مرفوضة بالتأكيد في ملعبنا أيًا كانت أخطاء التحكي ترجمة نانسي قنقر كفتان جبير قبل أن أبدأ التحليل الفني للمبارايات يعني أتوقف عند حكم المباراة محمد عبد الكريم في البداية يعني نحن حين ننتقد حكم ما ننتقده لحساب فريق على حساب فريق آخر مثل ما قلنا أن هدف الأهلي فاول قلنا أن هناك ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس للأهلي لم يحتسب حكم المباراة بالإضافة إلى الكثير من الأحداث اللي بنتحدث عنها بالتفصيل مع الكابتن مسلم أحمد يعني في الفقرة التحكيمية لكن للأسف يعني مسلم قاله في الستوديو أن كثير من الحكام يحتجون عليه يعني حين يتحدث ويخرج أخطاهم الكابتن محمد عبد الكريم يعني نحن نعتزبك كحكام لكن نقول لك أخطأ ونقول أنك في المباراة ما كنت حاضر بل بالعكس أنت يمكن أكثر إنسان تركزت عليك الأضواء لكثرة أخطائك محمد عبد الكريم بعد ما تحدثنا بعث مسج حق الكابتن مسلم يقول لحسبي الله ونعم الوكيل طيب يا جماعة شو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم على الشو؟ على أن قلنا أخطاء هدف الأهلي ما كان من فاول فاول واضح وضوح الشمس ضربة جزاء الأهلي ما كانت واضحة وضوح الشمس الفاولات اللي أصيبوا فيها لعيبة وما اختخت أي قرار فني ولا إداري مش أخطاء يعني أنا ما أدري هل حكامنا يبوا أن نقول لا أن كل شيء كان سليم لا التحكيم كان سيء ويمكن طالبنا في الستوديو أنه كفاية يعني ما علي نحن هي مش قضية تشكيك بذمن ولا حاجة لكن فيه أخطاء تحكيمية فاتحة في الدوري والاستعانة بالحكام الأجانب مش خطأ يعني أنا ما أدري ليش يأخذونها بردة الفعل هذه كابتن محمد عبد الكريم حسب الله عليكم ونعم الوكيل على شو شخصا الموضوع بوزيد شخصا الموضوع يعني مش موضوع شخصي حتى في في الكل ما نحكي على التحكيم حتى في القنوات الثانية كان نفس نفس القرارات بالضبط هنا فاول على الهدف وهنا ضرب الجزاء لم تحتسب نعم يعني لحصل لسوء حظ كابتن محمد عبد الكريم منه أخطاء كانت مؤثرة على نتيجة المباراة مؤثرة على ما صار المباراة لأنه الهدف في دقيقة ثلاثين كان تأخر الهدف أو ما جايش في الشوط الأول كان ممكن معطيات للمباراة كلها تتغير على كل هذه موضوع يعني نحس أنه فيه شخصنا زايدة للموضوع يعني كان أفضل نشوف صورة ثانية اجتهت وأخطأت أعتذر لمن أخطأت في حقهم تكون صورة أحسن للناس الكل يعني بصراحة الاعتذار أحسن من أنك تشكك في الناس أو يعني هذه العبارات هذه لو قلت أنا أخطأت اجتهت وأقسم أني اجتهت في أني أنا بشر وأنا بشر جيت فيه يوم أخذت فيه قرارات معينة ما عندي حتى خلفية وأعتذر لي من تضرر من هذه القرارات أعتقد معاش ولا واحد يقدر يرد الفعل على اللي صار في يوم المباراة نعم نعم يعني إذا شكك في ذن ما تقول حسبي الله ونعم الوكيل ولكن يعني أن نقول أخطائك مثل ما نشيد بك في المباراة اللي تجيد فيها سواء كنت أنت يا كابتن محمد ولا غيرك نحن ننتقدكم وهذا حق وبعدين بالمناسبة مش محتاجين يعني المشاهدين والجماهير مش محتاجة أن خبير تحكيمي يطلع ويقول يعني أشياء واضحة وضوح الشمس أمام العين فكابتن محمد أنا أعتقد ما في حكم ما يخطأ لكن الفرق أن في حكم يعرف يوم يخطأ ويوم حدي ينتقده يقول أنا آسف وأخطأت لكن حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يعني صعبة شوية صعبة صعبة جدا يعني مش مقبولة أساسا مش مقبولة يا كابتن محمد عموما أنت حدث عن المباراة أنت حدث عن المباراة الأهلي حضر المباراة صح الأهلي دخل بأقل ضغوط الأهلي استحق الفوز والأهلي بعد الجولة السابعة فصة دارة يغني من فرد فعلا مزايد هذا الاستنتاج العام اللي نخرج بهم هاي مباراة برأي شخصي فريق فينا سقطة صاودي وجعان كورويل اللي هو الأهلي اللي هو مركز وطرزة تركيزة عالية اللي هو يتطبق حرفيا توصيات المدرب وفريق من نهاية الموسم فينا سقطة يعني نازلي فريق منهك فريق شبع أنا أعتقد الصورة العامة اللي خرجت بها هذه هي بعدين احنا كنا في المجنس وحكينا على الكورة الثابتة الأهلي سجل من كورة ثابتة يعني مش مكانتش مفاشئة يعني بكل هذه المقايز اللاعبين والأدوات اللي كانت متوفرة لكوزمان واللي فرقت معاه هاي اللي خلت قراراته تظهر على أرض الملعب وتتجسم بوضوح وقتل الوسائل اللي عند كيكي هاي اللي خلت بعض الشيء التوصيات وشيء اللي يحب لأنه اللاعبين بدنيا كانوا منهكين مرة أخرى الموضوع البدني وكانوا معاهاتش فيه لنفس الحوافس معاه الإضافة السلبية والسلبية جدا لرتم المباراة على رتم المباراة لدياكي وباستوس اللي فعلا زادوا بطء كثير لعب العين اللي كان لعب العين فيه شوية رتم وفيه حركة وفيه تنقلات صار بطيء أنا أعتقد هاي كل عوامل سلبية أثرت كثير على نتيجة المباراة وأكثرت خاصة خاصة الاستنتاج الأخير أنه بمجهود دفاعي بمجهود دفاعي الأهلي يفز بالمباراة هذه نقطة ما تحدث عنها لكنهم تقول لي يعني رتم الدياكي ورتم باستوس يعني أتوقع تصلك مسج على التليفون يقولك حسبي الله ونحن المباراة الدفاعي يعني أتحدث عن دفاع الأهلي الأقوى حتى الآن في الموسم خمس أهداف في سبع مباراة ونحن تحدثنا يعني قلنا في بعض المباراة تحتاج دفاعه يوم الأمس كان دفاعه صلب وصلب جدا دفاعه عمل أشياء تكتيكية أمام مهاجم العين وخاصة جيان تحسب له وليد عباس اللي نقله كوزمن من الباك الشمال إلى قلب الدفاع وأيضا قدم مسلوى كبير يدل على أن الدفاع الأهلي قوي قوي جدا بصراحة في المكونات الفردية لعب للاعب وفي منظومة الجامعية يعني الكل مع بعض كانوا طريقة ممتازة جدا ماجد حسن وفيانا كذلك ساعدوهم بدرجة كبيرة الشيء ليخلي الفريق كلما شوف الحالات الهجومية اللي أخذناها الأولى هي لنادي العين أول شيء جيان دائما واحده قدام والثاني شيء اللي يجلب الانتباه هو دائما ثلاثة على واحد اثنين على واحد كل الحالات تقريبا من حصلها بهذا الشكل تقريبا أغلب الحالات الهجومية كانت بهذا الشكل شوية تطور شوية لاندفاع العين في الشوط الثاني صار يطلع أكثر ولكن غايب عليه التنظيم دائما في نفس الوجه وهذا فكر أكيد تبقوه اللعبة بتعليمات إن دائما تعزل عمر عن جيان ما عادش في حلول والباقي يثبت البوزيشن نشوف بشير وين متمركز ويوجه في الصنغور دائما نفس الوضع واحد يطلع الباقي كله يغطي وراه والكله ركز على الكرة والكله يروح ضغط على الكرة بجدية يعني مش بتهاون دائما ما يسترجع الكرة الثانية النادي الأهلي بصراحة هاي النقطة كانت فارقة جدا وبعدين في النواحي الوجومية وتدريجيا نمرو لها دائما في ثلاث لعبين مباشرة ردت الفعل الأولى هي مباشرة على جيان وعلى الكرة ويقطعوا الكرة يعني التنظيم الدفاعي وانعدام الحلول وحتى لو توجدت الحلول دائما يضغط عليها أكثر من اللاعب شوف وليد ومعها الأثنين دائما على طول والفرق شوية الفرق هي الأول على الكرة لعب الأهلي دائما هو الأول على الكرة هو الأكثر اندفاع هو الأكثر جاهزية بدنية وانعدام الحركة شوف هنا دائما وليد قبل جيان يمنعه من الكرة والباقي كله يركز على الكرة يعني بصراحة مباراة تكتيكية ممتازة جدا من النادي الأهلي خاصة في الجانب الدفاعي بتركيز كبير دائما تفوق عددي في جهة الكورة على لاعب أو اثنين أو حتى ثلاثة لاعبين دائما الأهلي يكون عنده أكثر لاعبين في المنطقة أنا أعتقد وفق فيها بدرجة كبيرة مرة أخرى في الشوط الثاني تقريبا بداية الشوط الثاني بنفس الشيء ثلاثة لاعبين على واحد بظهروا للمرمى في الزاوية نفس الوضع اللي كان مع جيان أكثر من مرة في الأخير الأحمر هو اللي ياخذ الكورة ويبدأ الهجمة متاعه أنا أعتقد أنه فكر كان واضح وكان متبق من الأدوات مرة أخرى نشنوه بالأدوات لأن اللاعبين فعلا عملوا يعني انضباطهم حماسهم اندفاعهم وجاهزيتهم البدني هم اللي عملوا الفرق في الأخير هل أقول إحني أن كوزمن كان يعرف عن العين أكثر مما ينبغي وكان كيكي فلورس يعرف عن الأهلي أقل مما ينبغي لا لا بصراحة أبو زيد لا أنا رأيي الشخصي أنه ثلاث مراحل اللي حكينا عليهم في الستوديو لو تذكر قبل المباراة لأنك تعرف الفريق المنافس الأدوات والاختيارات وبعدين التطبيق فوق أرض الملعب أنا أعتقد الجزئية الثالثة هي اللي ما كانت طيب طيب أنا أتعمت تسألك السؤال بسبب بسيط يعني أنت الحالات اللي ظهرتها جيان دائما الوحدة دائما عليه ثلاثة يعني كان واضح من سير المباراة أنه لو جيان ليلعب مباراة ثانية بنفس الأسلوب ما رح يسجل طيب وين بروسكي؟ بروسكي رغم أنه واحد قدم مباراة من أجل مباراة طيب لكن وينه بجانب الجيان هل مهامة الدفاعية اللي يرجع يساعد في الباك اليمين هي اللي خففت منه وبعدين شو كان الحلول المطلوبة من فريق العين من قبل كيكي فلوريس أنه يعني شوط كامل مرة بهذا كيف كان ممكن يكسر هذه الرقابة على الجيان؟ هي المشكلة لشخطك الأدوات هي اللي فرقت كثير مع المدربين لأنه الفرق صار على كرة ثابتة واحد سفر يعني مش فرق مباراة أربع سفر وسيئة وسيطرة لا دافع العين بطريقة جيدة خطأ واحد كلف غالي الأخطاء اللي سواها الأهلي الفردية كانت أكثر لأنه فرصة جيان الأولى كانت خطأ فردي فرصة الحارس مع الجيان كانت تعتبر فرصة يعني كانت مباشرة في المرمى مرمى خالي هذا ما يعني أخطأ دفاعية في الأخير يعني على جزئية على جزئية احنا قلنا المباراة بش تكون مغفلة على جزئية تلعبت وفعلا تلعبت على كرة ثابتة ودفعة ولا مش عارف هذا موضوع ثاني اللي يهمني أنه التطبيق من الأدوات هو اللي فرق الأدوات كانت بطيئة الأدوات كانت قليلة الحركة لازم لازم في كل الحالات عمر هو اللي يصنع الفرقيه وإذا عمر كان مراقب إذا عمر مضغوط ولازم في كل الحالات عندك حل واحد اسمه جيان وإذا جيان مراقب شو نسوي اخذينا حالة لو نشوف الحالة اللي وراها بنفهم كيف كانت فعلا من الاثنين شوف هذه الحالات القليلة في الشوط الثاني اللي الأهلي فاقت توازنه اوكي هنا يصار هجمة للعين أول شي يسوي عمر شو يسوي شوف جيان وين الثلاثة مراكزين مع جيان الثلاثة مدافعين جيان نفسه يفتش على مكان يطلب فيه الكورة مش محصل شوف شكله يشوف منها بعدين عمر لعبه يصار على باستوس شوف اللي يفرق في الجانبين اللي يقود لك الوسائل هنا والوسائل هناك شوف هذا هيكل شوف تغيير المراكز بين وليد عباس اللي بيروح على الكورة وهيكل اللي بيرزع وهيكل هون اللي بيقطع على الكورة على فكرة شوف من وين من وراء اللعب اللي بيوزعه ينطلق من وراه يعني يشتري أكثر من اللاعب من باستوس هيكل وبيش يقطع على الكورة يعني في الأخير الحل هناك كان مفروض باستوس يقدمه بالضبط الحل هناك مفروض باستوس يقدمه الكورة لما تشوف أربع لعيبة تواستة اثنين في وسط ستة شو تسوي يلعب الوراء يلعب أنواع في التوزيع وين مهارتك عرفت أش خدك الوسائل هي اللي فرقت بصراحة في الفترة هذه من الزمن العين منهك العين مرهق العين مفيش الروح اللي كان فيها العين في الموسم وهذا معقول أنا أعتقد أنه يحتاج لدراسة عميقة في الأدوات اللي موجودة اليوم بتحدث عنها نشوف فرصة الجيان اللي يعني كانت ممكن تدخل العين في أجواء المباراة يعني الفرصة اللي أتيحت للجانب خطأ فردي من مدافعين الأهلي تثبت لك هذه الكرة أن العين مش العين وأنه جيان نفسه مش جيان فعلا نفسه مش جيان وتحس أنه أنه سقل التنازل اللي حكينا عليه أنه الفريق شبع أنه الفريق ما عادش عنده نفس الحوافز أنه مكونات الفريق ما عادش فيها نفس الحوافز وهذا تقريبا أنت بقى على نسبة كبيرة من اللاعبين خراحة ما عادش في الحوافز الكبيرة يعني لازم وقفة لما قلت أنا لازم وقفة يعني وقفة مش مشكلة يعني نضحي بموسم أني نغير طموحاتي الموسم هذا ما نقدرش النفس وفي من أقوى مني ما نقدرش النفس ونجهز فريقي للشامبينز ديك للأسيوي نجهز فريقي للمرحلة القادمة بأدوات أكثر بنتحدث عن تجهز المريق هذه فرصة الجيان شوف يعني الجيان عادة في مثل الكرار يندفع والقرار قرار اتخذ خلاص هنا غير يعني جاب يسدد وغير وبعدين نفس الوضع أبو زيد لو نرجع للصورة باش نلقاه أربعة ضد واحد ردوا عليه الأربعة ردوا عليه الأربعة شوف نهاية الهجمة نعم فضلكم لو نعيدها اللقطة الله يخلكم يعني مهمة جدا نشوف كيف بدأت كان عنده فرصة أنه يصوب بس يمنتظر أو تردد الثانية خلاص شوف كان مرد عليه من لاعظة نعم كان لها دفاعات لأني منتظرين هذه الثانية شوف ماجد اللي بيقطع الكرة وين نعم شوف ماجد وين يعني خارج الثمنتاش أصلا بيردوا بيقطع هو الكرة أنا المفروض يرفعها بالحارس المرفروض يصوب محاولة وشوف ماجد منين يعني في الأخير في الأخير صارت أربعة ضد واحد نفس ما بدين هذه حالة العين هذه حالة جيان هذه حالة جيان جيان أدات من أدوات المهمة جدا في نهاية العين يعني ما نقدرش ننكر هذا الوضع الأهلي يعني بتفوق هذا اللعيب الموجودين عنده أنا أعتقد الأهلي ما زال ينقصه ماجد ناصر أو حارس على مستوى ماجد ناصر يكون يكون الفريق كامل حتى للآسيوية أي هذا صحيح بوزيدو لكن كسب خبرة كبيرة الأهلي اللي صار يلعب عن نتيجة الموسم هذا يعني لو نرجع من أول مباراة للحين الأهلي موجه على النتيجة وهذا نعتقد كواليتي ما كانتش الموسم اللي فات اتخل في ماتهات كبيرة متاع عقدت على أرضي ومش عارف الموسم اللي فات خسرته نقاط كثيرة وكعمل كثير تعادلت على أرضه الموسم هذا حتى المباراة هذه تركيز دفاعي وننتظر نحصل لي فرصة من كرة ثابتة نسجل قول شفت الشوط الثاني شو اللي عمل الأهلي يعني الأهلي أيضا بدأ يجاري العين برتمة رجع وراء وحس أن العين مبقادر يسجل قالك أحافظ على نتيجة صارت لمرتد وصارت لضربة الجزاء اللي لم تحتسب وننتظر فرصة من مرتدة فرصة كرة ثابتة نفس التفكير بس ثقيل ثقيل يعني بلغة كرة القدم الأهلي منوع هجوماته يعرف يستهلك الوقت يعرف خاصة ما يخليش فرص للفرق الثاني وللعين بصراحة ما خلى ولا فرصة تقريبا يعني فرصة واحدة ما استغلها جيان من كرة ملعوبة والفرصة الثانية من الحارس والثانية من الحارس يعني تقريبا مجمالا وقف هجوم العين بطريقة متميزة جدا منظومة الأهلي الدفاعية جيان في النصف عفوا غرفيتي خيمينيز كلهم قاموا بأدور دفاعية يمكن يعني في كرة ثابتة يمكن أربع أو خمس كرة عالية شوف بوزيد هاي حالة ممتازة جدا لدفاعات الفريق كيف كان يدافع شوف دايما خمسة على ثلاثة على الطرف هذه حالة وعمر بوجه للمرمى جيان عليه اللاعب الصنقور يراقب يغطي على بشير أو اللاعب اللي جاي الشمسي ما في فرصة لعمرية ولا فرصة وحتى لو في فرصة دايما فيه تفوق مر خليها تمشي العملية نشوف مقفلة يرجع عمر عليه اثنين دايما على فكرة دايما وخاصة ماجد دايما عينوا عليه كل مضغوطين نفس الوضع دايما هو اللاعبة الأهلي أكثر ماجد دايما لا الحين ما اخرجنا من التفوق العددي لا الحين خمسة ضد ثلاثة والضغط على عمر يخليه يلعب برة نحاول غير الجهة غير الجهة بما أننا مضغوطين في الجهة هذه نحاول نلقى الحل من الجهة الثانية شوف غرافيت تيوين شوف خيميناز وينها نعم يعني في بداية المباراة دقيقة عشرين نفس الشي خمسة لعيبة على الطرف الكلهم معنين بالهجمة يضغط الكرة طويلة الأربع مدافعين الأربع وسط ميدان مع خيميناز تسعة في الدفاع في مناطقه نشاهد يليت نشوف نشوف اللعبة من البداية وهني أتحدث حين الكرة توصل إلى باستس يعني نشوف عمر عبد الرحمن الآن مسكر عليه هذه جت الكرة عند باستس باستس طول المباراة الكرة التي توصلها ترجع للخلف باستس هنا بمهارة فردي كممكن يعمل فارق قبل هذا تشوفوا الوقفة هل تفيد عمر في شيء؟ لا مروا وراه يا أخي اجري وراه أعطي حل لا مروا وراه اعطيك الكرة افتح اللعب على الإصار لا يفتح المدافع وياك يعني السلبي جدا هاو يسويها الحين بس يرد التالي هاي كانت الحالة بصفة عامة ارجع الوراء ارجع الوراء أو صراحة دياكي لعب كبير بس أنه لمسة ثلين ثلاثة ردوا العشرة نفسه الوضع اللي نشوف فيه الحين ردوا العشرة ورا الكرة دياكي دياكي في بطأ في وسط الملعب فرض على العين هذا الاسلوب هذا الرتم مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة الوحيد اللي يلعب كرة قدامه هو عمر مشكلة كبيرة إذا تراقب عمر إذا تضغط عمر إذا عمر مش في يوم وما هو إلا إنسان بعد نلقى الصعوبة بس هذا التضييق المساحات البوزيشن الاربع مدافعين لو تذكر كانوا يسخنوا في التسخين بنفس هذه البوزيش بوزيش نعم عرضنا في التسخين الاربع في وسط الميدان نفس ما نشوف تنظيم ممتاز خيميناز معهم غرافيتي معهم أنا أعتقد كانوا نظمين جيدا نادي الآن نعم هي يعني العين ضعت عليه الحلول ومش يعني أول مباراة ويمكن كابتن يعني لفت انتباهي كلما انتقلتها أنها نهاية مرحلة طيب الآن حين نتحدث عن نهاية مرحلة للعين من الطالة التغييرات هذه باستوس ما يعني أنا أعتقد أن الجماهير كلها تقولك نعم باستوس أنا فنيا باستوس المباراة كاملة أنك تبني على جاكي بصراحة لا جاكي يعيدك يتعاملك مع مباراة فايز فيها أنت في النصة على الأخير على الساس أنه يحكم في الكرة يحكم في الرتم يخلي الكرة معاك هذا جيد فيه ولكن أنك تبني عليه الفريق لا النواحة الوجومية تحتاج لدعم تعدد عن باستوس ردوي كذلك أنا ردوي من نهاية الموسم اللي طاف أنا يعني شرحة وكأني بي خلاص معاتش محافظ نعم يعني هو انطبق الكلام على الكل بس أنه ردوي معاتش محفظ يعني بنفسه وين ردوي القوي ردوي القائد ردوي يوجه الرتم الحين صرنا نقول والله ليل هو اللي خلى ردوي بهذا الشكل نعم حين معاتش صارت لكاليتي في هلال اللي كان يكمل في النواقص اللي عند ردوي اللي هو يلعب قدام اللي هو يزيد في النواحة الوجومية اللي هو بصراحة يضيف لك شيء قدام نعم ولكن ولكن إلى متى هلال إلى متى دياكي في التقدم في السن هذا ليش قلت مرحلة جديدة مرحلة ثلاث سنوات يبني فريق كبير على هذا الأسس يعني حتى الجهة ليمين اسمح لي بو زيد حتى الجهة ليمين للدفاع تحتاج مراجعة كبيرة محمد أحمد إذا هو أحسن في القلب يلعب في القلب والعين فريق كبير لا يبني حصله بكرات هناك من في القلب مبقى ما يعني منافسة دي من جيب يبني هذا للفريق يعني أنه يكون منافسة بين مهند ومحمد أحمد دي أنه إسماعيل بصراحة في الفترة الأخيرة متميز جدا وفي هذه المباراة بالتحديد كان متميز جدا حسب رأي وبشخصيته خاصة بشخصيته وبشخصيت فريق العين لاعب جيد جدا كرات لفوق الكل مع غرافيتي فاس بها يعني عدى مباراة ممتازة جدا مندفع حماس كل شيء كان موجود تبقى الجهة كاد يسجل صراحة صداع الجهة اليمين محمد أحمد مش في موضعه يعني خالي هو يعاني نفسه الفريق يعاني أنا أعتقد لابد من حل في الجهة هذه والجهة اللي صار أنا أتأكد له العب خالد عبد الرحمن كان يكون أحسن من بسطة الفريق أحسن من بكثير يعني يوم الأمس خاصة في الشوط الثاني توقعنا أو شخصيا توقعت أن يدخل خالد عبد الرحمن على حساب دياكيه يسحب دياكيه يدخل خالد عبد الرحمن ويقدم باسلس للأمام لعله وعسى نحن نتوقعنا هذا على الأقل يزيد شوية رتم المباراة على الأقل في الأخير خرجت دياكيه ومش ما خرجت دياكيه بس دخل يوسف أحمد كمهاجم ثاني يوسف مسكين في ظل ضيق المساحات ملقاش ولا حل اتحرك حاول بس ما وصلته ولا كرة وما شفنا شيء مؤثر على أداء الفريق نعود للفريق متصدر الفريق الكاسم متحدث عن الكرات العكسية اللي كانت عنده على يعني ما تحتاجش كثير تفكير كنت تواضحها جدا من خلال الشوط الأول خاصة دائما نبحث على الجهة المقابلة على أساس هي مشكل بالنسبة للعين كان يعرف كوزمان هذا الموضوع الجهة اليمين جهة اللي صار دائما تلقائيا كرة طويلة على الجهة الثانية يستلم سياو أو الحمادي يمر من وراه الباك دائما بنفس هذه الطريقة شوف نفس الشيء ويقو فيانا ويقو فيانا ايمين ويقو فيانا يسار دائما هذا الفكر كان هجوم يعني كان فكر واضح جدا فتح لوف على اليمين على اليسار فيانا بنفس الطريقة على الحمادي على سياو هيكل يمر وراه نفس الوضع شوف عبد العزيز هيكل ومن هناك ينطلقوا في الهجوم كان من نوع هجومه كثير النادي الأهلي وكان الفكر هذا خاصة واضح شوف كم بنفس التلقائيا مباشرة يعرف أن الحمادي على الطرف فتح يلعب كورة وسياو 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 اللي كان صراحة مباراة كبيرة هو موجد على سياو بس أنه الإضافة بدأت تظهر على العين شوف شوف من أقصى لأنه إلى أقصى الشمال هذا تعادت عديد المرات خاصة في الشوطر الأول يمكن الوضع ميزال عادي قبل ما يتغير الوضع مع الهدف دائما على طول بين سياو الحمادي نفس الوضع يعني باشرة يفكر يرفع راسه ويفتح الثاني من الطرف الثاني وكورة طويلة هذا الفكر كان دائما وهيكل يمر وراه نفس الوضع على المين وعلى اللي صار سانجور وراه سياو إذا أنت تفتح هم يدخلوا من العمق شوف هناك حالة ثانية للكورة طويلة نفس الشي غرافيتي يسحب مهند شوف المساحة خيميناز يطلب خيميناز تلعب الكورة طويلة في العمق ونفس الارتكاز الهجومي في العادة على غرافيتي المرة هذه على خيميناز ينزل وهذه الركنيلة بيجيب الجول والباقي طبع من الخلف كورة الثانية ليش قلت الأهلي ثقيل شوف الحالة هذه بوزيدة توريك أنه الأهلي فعلا ثقيل هاي كورة فاول متقدم واحد سفر ستين دقيقة لعب يلعب الكورة بين اللاعبته نفس الهجمة لو تذكر في المايسترو بوزيد سبعة لمسات ستة لعبين شارقوا فيها مختلفين فرصة هدف واضحة ولو أنه هنا شوف نرتكز هجوميا على غرافيتي يستغل بنته الجسمية يرجع سياو سياو ينطلق بالكورة وكان سياو كان أذكى شوية في العملية هذه كان يمكن يخلق فرصة هدف أوضح من هيك بكثير شوف سياو هنا يختار التصويب شوف خيمينيس شوف اسماعيل الحمادي نعم يعني لو لعبت خيمينيس اسماعيل الحمادي الفرد انفرد قول وهذه فرصة كنا شوفناها ضد بنيس بالضبط لو تذكر في مايسترو وشوفناها اسماعيل الحمادي يخرج بنفس هذه الطريقة الفريق قادر أنه يلعب يوم يحب يلعب بس الفريق يتعامل معه نتيجة وكان موفق جدا في هذه النقطة نعم نعم يعني تعرف كابتن يعني أنا أعتقد بوزايد فعلا يعني مباراة رغم أنه أول صورة لنا كانت ما فيهاش حاجة كبيرة ولكن لما تركزنا مع المباراة وشوفنا لأنه في اللايف نوع والفيديو نوع أنه عد شط المباراة صراحة اتأكدنا أنه الأهلي في الوقت الحاضر أداءه كان أحسن من العين والعين لم يستحق أكثر من 1-0 ولكن ولكن زاد للأمانة نقول أنه الفوارق ما كانتش بهذا في الأخير 1-0 على كرة ثابتة اللي دافع أحسن منظومة جديدة في كرة القدم ما عادش الهجوم صارت الدفاع اللي دافع أحسن هو اللي يفوز بالمباراة هو اللي يفوز بالمباراة وفعلا يعني خطأ تسبب في هذا على الخطأ هذا يعني خالد عيسى خالد عيسى نعتقد خالد من حراسنا المميزين جدا وخالد عيسى مرت عليه فترة طويلة ما لعب يعني كأساسي خالد عيسى يعني لابد يعود لحالته كل المطلوب أنه يلعب وأنه يصبرون عليه لأن الحارس اللي يملك هذه الموهبة لو يتراجع مستوى بسبب عدم لعبه هذا قادر أن يعود مرة أخرى خالد عيسى يعني نظلم في أنه أول مباراة رسمية يلعبها هذه المباراة الكبيرة فأخطأ في الخروج لا لا أنا أقول شخصيا في بداية الموسم بوزايد قلت أنه أكبر صفقة ممكن صارت في الدولة هي خالد عيسى للعين يعني صفقة محترمة جدا تحل وتساعد العين في حالين مشاكله بدرجة كبيرة ولكن الموسم هذا من بداية الموسم إلى الآن يعني كل مباراة اللي يشارك فيهم دايما نرجع ما فيش كلينشيت ما فيش إضافة لخالد عيسى الحارس الكبير هذا مش شخصي هذا هذا أداء خالد عيسى الموهبة تشفعله أكيد بالنسبة لي نحن نبقى دايما لأمل أنه خالد عيسى بيرد الطريق للرد هو لازم التمرين يكون مركز أكثر خالد عيسى في التمرين أكثر لازم يشتغل العين اليوم كل أسبوع عندهم مباراة مضغوط فيها لابدون يبقى مركز وحارس العين الفارق وين بوزايد ما تجيك عشرين كرة حارس العين جي كرة في دقيقة ستين دقيقة سبعين دقيقة ثمانين هجمة مرتدة انفراد هذا حارس العين درجة تركيزة عالية جدا وكورات التي تجي عليك يعني محسوبة على صابع على اليد بس انت قوتك تكون وين في التركيز تكون مركز نفس ما نذكر نذكر يعني خالد عيسى و أي حارس في العالم كاسياس يعني التركيز ما تجيش عليك عشرين كرة بس جي كرة مقطعين كل خمسوشين دقيقة عشرين دقيقة جي كرة تكون درجة تركيزة عالية وردة فعل موجودة وحاضر هذا تقريبا نصيحة لخالد عيسى ونعتقد أنه متأكدين كلنا أنه الكواليتي المادة موجودة بس هو يشتغل على حاله ويرد يرد بشني قانون نعم في هناك حديث آخر عن نادي الأهلية ولكن بعد هذا التاصل الجولة الثامنة من دور الخليج العربي غدا الوصل يستقبل على أرضه نادي الوحدة وعين الفريقين على النقاط الثلاث الشباب عينه على الاحتفاظ بالتركز الثاني عندما يواجه دبي والجزيرة يسعى للاقترابي من الصدارة على حساب ضيفه المصر مباريات